السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا بنات عاملين ايه يا رب اكونوا بخير زي ما انتوا شايفين كده جبتلكم الفيديو ده في مجموعة جبيرة جدا من الشغل الهاند ميد وسبتلكم رقم كل واحدة اه يعني تابع لشغلها سواء ميليات او سواء كروشيه او دهب صيني مثلا او اي حاجة من اللي هتشوفوها دلوقتي طبعا التعامل معهم هيكون عن طريق رقمهم على الواتساب او تتصلوا بيهم اه وطبعا هتتقابلوا عن طريق المترو مثلا او واتفر يعني المكان اللي انتوا هتتفقوا عليه المهم الناس دي بتشتغل في البيت يا جماعة وزي ما انتوا شايفين شغلها عامل ازاي والناس دي كمان يعني مش هقول لكم شباب صغيرة يعني ناس كبيرة جدا في السن ومشاء الله عليهم شاطرين جدا 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 وزي ما انتوا شايفين حاجتهم قد ايه جميلة وقد ايه رائعة طبعا ده شغل اه الاستاذة مجدة اه شغل الاستاذة مجدة يعني بتحب هي اصلا شغل الكروشي من زمان بتعمل اي حاجة فيها اه شغل الكروشي شنط بقى ملابس حاجات للبيبيو ده طبعا رقمها فاطمة سوري ده طبعا رقمها اه لان استاذة فاطمة اختها كمان استاذة مجدة بتشتغل برضو هندي ميت بس مش في كروشي بتشتغل حاجات اللي هي الكابس اللي هي زي مثلا اه هتشوفوها احسن هتشوفوها في الفيديو عشان بدل ما عودة اشرح ده رقمها عليه واتساب ممكن اللي انتو تصيفوه عشان لو فيه اي واحدة عايزة اي حاجة تقدر تتواصل معاه شخصين بنفسها اه ده شغل ام عمر ام عمر بتعمل ملايات اه طبعا نقطان اي اي مقاس انت عايزها واي شكل انت عايزها بتوري لها بس الشكل وهي بتعمل لك الملايات طبعا سعرها تحفة جدا ارخص من اي سعر محلات بره يا جماعة اه ام عمر ستة كبيرة وبتشتغل بقى الفقل بالبيت بتجيب لك هي القماش او انت تجيبيه براحتك ما فيش اي مشكلة اه بتاخد المقاسات اللي انت جايبها لها بتعمل على اساسها بالزبط على شكل الموديلات اللي انت عايزها او شكل الموديلات اللي انت شفتها في الصور طبع الفيديو طبعا هي ما شاء الله عاملة تشكيلة رائعة جدا جدا زي ما انتو شايفين هو وده رقمها ام عمر للملايات تقدروا اللي انتو تتواصلوا معاها عن طريق الواتساب او عاد تكلموها في التليفون وتشوفوا يعني تنصاكم معاها هتتقابلوا ازاي وتتفقوا معاها لكل حاجة طبعا شغلها زي الفل ونضيف جدا وستة محترمة وستة كبيرة وبيتها نضيف جدا وستة فعلا تستاهل ان الواحد دي قف جنبها ويعرفها بيكو عشان خاطر اللي بتجهز توفر في الجهاز وتعمل عندها احسن ده شغل الاستاذة مجدة اللي هي اخت الاستاذة فاطمة اللي بتعمل الكروشي ده شغلها بيبقى عبارة عن كده اللي هي الحاجات الجبس شغل الجبس اللي بيبقى ملون بعد كده وبتعمل الدبابيس اللي هي الطرح الملونة وشكل البرتمانات مثلا زي كده وشكل السلصال اللي هو بتبتاع الدبابيس الطرح وشكل برضو العلب اللي زي مثلا الخشب كده واستاذة مجدة ده رقمها تقدروا برضو تتصلوا عليها عن طريق الواتس وتكلموها وتتفقوا معاها على الحاجات اللي انتوا عايزينها وهي هتوفرها لكم ما شاء الله سريعة وبتخلص الشغل يعني في وقته مدام الدتكم عاد كلهم بيخلصوا الشغل في وقته طبعا مش هي كمان لوحدها وان شاء الله بإذن الله يبقى تعاون موفق معاها ده طبعا الشغل ده بتاع ايا ايا بتشتغل برضو اللي هو الدهب الصيني الدهب الصيني بكل حاجة فيه سواء خواتم او حلقان او سواء انسيالات او خلقيل بصوا بعطولها بس الصورة اللي انتوا عايزينها يعني صوروا الفيديو بعطولها اي صورة انتوا عايزينها يعني ايا هتقابلها في المترو اي حاجة انتوا عايزينها من ايا هتقابلكوا في المترو أسعارها من أول 25 جنيه لحد 45 جنيه وفي حاجات يمكن أقل من كده أي عاملها للي بياخد أكتر من حاجة هي ما بتزعلش حد والبنت محترمها وشطرة ومشاء الله عليها شغلها كله تحفى ما تنسوش وانتو بتتفرجوا على شغل آية تعملوا طبعا اللايك للفيديو والشير طبعا عشان الناس تستفيدوا وكل البنات تستفيد بالعروض وبذلك البنات اللي بتجهز والعرائز والأمهات والستات اللي عايزين يجددوا وليهم في المشتريات اللي زي دي ياريت نقف جمب بعض وتعملوا اللايك والشير على الواتساب وعلى الفيسبوك وعلى كل مكان انتم فيه وتعرفوا الناس بحاجتنا ومحتوانا عشان خاطر الناس كلها تستفيد استنوني بعد الفيديو ده محضرها لكم مفاجأة حلوة جدا طلبتها كتير ستات كتير جدا مني اللي هي موضوع الشغل اللي في البيت وزي اللي انا اعمل شغل في قلب البيت من جير ومنزل وروح واجي بذات الست المعيلة او الارمالة او المطلقة واللي معاها اولاد او البنت اللي قاعدة في البيت وعايزة تشتغل ومش مساعدها الظروف ان هي تنزل كل يوم وتشتغل بطبعا بسبب الظروف المعيشية اللي احنا فيها عندها مشكل في البيت او مثلا مش هتقدر تنزل كل يوم بسبب صحتها او سبب اي حاجة تاني اموما يا جماعة انا جبتلكم مفاجأة اتحفة جدا هتريح كل ستات البيوت هتريح كل البنات هتعرف تشتغل وتصرف على نفسك وانت في قلب بيتك هعلمك وادلك على اماكن بتعلم الحرف وتقدر تبيعي وانت في قلب البيت وتتعملك صفحة على فيسبوك ونعملك اعلان هنا على اليوتيوب ونعرف الناس بيكي ما تقلقيش واي حد يا جماعة بيشتغل شغلانا سواء هند ميد او فاتح محل على قده يبعتلي في الكومنتات ويكلمني وانا هروح بنفسي او طبعا وهيبقى معانا الناس ادارة القناة هتصور المحتوى بتاعه او هتصور المنتج بتاعه وان شاء الله بإذن الله نقف جنبه والناس تعرفوا والناس تروح تشتري منه ياريت يا جماعة نشجع الناس دي اللي بتشتغل من بيوتها وياريت نشجع الناس اللي بتشتغل وملهاش مكان اصلا ملهاش محل ملهاش معاش ملهاش مرتب كل اكل عشها اللي بتسترزق منه عن طريق اه الحاجات اللي بتشتغلها فياريت يا جماعة يعني اعملوها كصادقة جارية حتى على روحكم يعني اللي بيوزع الفيديو ده عشان يعرف الناس بيهم. اعملوها صدق بنية الصدق الجري على روحكم عشان خاطر ربنا يجعله في مسان حسناتكم. آآ وطبعا ما انفرج على اخيه المسلم قربة فرج يعني ربنا سبحانه وتعالى لهي كبروبات يوم القيامة. فأنا بتمنى نقف جنب بعض ويبقى قلوبنا على بعض في الظروف الصعبة اللي احنا بالمر بها دي. وفي الوضع الاقتصادي اللي كل ما ده آآ بيصعب علينا الامور. بس ان شاء الله ان شاء الله بازن الله آآ كل يعني انا عن نفسي ما بتأخرش عليكم في اي معلومة اي حد بيوصل اللي قال لي اي معلومة بروح يعني بروح اصورها وروح انزل اعمل لكم ريفيو جامل عنها. فالبنت اللي بتشتغل ومن البيت ومحدش يعرفها ابعتيلي وانا هصور حاجتك او صوريلي حاجتك وبعتيلي على الواتساب آآ اللي عنده حرفة معينة آآ ابعتولي. يعني انا ما بقولش الحد لأ. وعمري ما قفلت الباب فوش اي حد يا جماعة. عايز يشتغل او عنده استعداد يشتغل او بيشتغل اصلا بس مش لاقي حد يعرفه. يا ريت بعد اذنك وتبعتولي على الكومنتات آآ وتكلموني وانا بنفسي اعمل لكم فيديو كامل عن كل واحد فيكو وهقول له ده بيشتغل ايه ومكان وفين وتعرفوا توصلوله ازاي وتعرفوا حاجته منين. يا ريت ما نبخالش على بعض بالمعلومة ويا ريت اللي يعرف يوصل للتاني واللي حتى مش محتاج الحاجات اللي احنا منعرضها وصلوها حتى من باب الخير يا جماعة من باب الخير. يعني الانسان مننا بيروح في سانية. ما بيسابش عمله او بياخد معا عمله اصلا اللي بيدخله بعد كده جنة الخلد. نسأل الله سبحانه وتعالى نحن واياكم جنة الخلد بدون حساب ولا صابق عذاب من الباب الايمن الذي لا صابق حساب ولا عذاب فيه. انتظروني. بعد الفيديو ده عشان هرجي معاكم كده شوية وصدعكم على الفيديوهات اه في موضوع الشغل والموضوع وتاخدوا الدورات مينين والكورسات مينين وعليها فلوس ومنح وشهادات ودونية وليلة كبيرة. ده رقم اية. كلموها على الواتساب. وشوفوا اللي انتم محتاجين وايه. وبعتولها الصور او هي هتبعت لكم كل الصور اللي عندها بالاسعار. والبنت ما بتتأخرش وكلهم بيردوا ما بيتأخرش على اي حد فيكم. اه وان شاء الله يعني يا ربنا وليه التوفيق. يا رب بيكونوا الشينا حلوة عليكم يا ايا انت وصوصة فاطمة ومجدة. وام وام عمر. وان شاء الله بازن الله ربنا يقف جنبكو. ويمدلكو ياد العون. وان شاء الله بازن الله آآ يوسع رزقكو عن طريق الفيديو. ومن ايد ل ايد الرزق يزيد. آآ منتظرة طبعا آآ اللايك والشير والاشتراك وما تنسوهوش. الحاجات دي يا جماعة مجربية الاصل. المنتجات دي كلها مجربية الاصل. آآ طبعا بتيجي من بره. من واحدة. انا احنا ما نتعامل معها آآ مدام امال من بره. فاللي عايز اي حاجة من الحاجات المجربية. سواء آآ كريمات سكريب آآ عطور للجسم. مخمرية كل حاجة او زيت الارجان طبعا اللي هو بيتقل الشعر وبيطوله. كل ده جماعة بيتجاب اصل بره من المغرب. آآ احنا الوكيل بتاحهم. فياريت اي حد عايز استفسارة عن اي لحاجة منتجات المغرب. سواء بنت بتجهز او بنت اصلا محتاجة المستحضرات بتاعتهم دي. او حتى كوافرة وبتسمعني وبتشوفني. اتواصلي معي على الواتساب على الرقم بتاعنا ده. واحنا هندلك عن كل التفاصيل عن اي منتج انت عايزاه باسعاره منتجاته بكل حاجة فيه. وطبعا الحاجة بتبقى اصلها مية في المية وتبقى طبعا مكتوب عليها كده او باين عليها كده الجير اللي بيبقى متقلد وموجود في المصر عموما. تمام? الحاجة لما بتيجي من بلدها